موسيقى بسم الاب والابن والروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم الجمعة من الاسبوع الثالث من الخمسين المقدسة وهنا برضو ما زالت كنيسة بتدينا عن فكر الارتواء بالمسيح الارتواء بالمسيح هنا الايمان بيه يعطي حرية لأولاد الله هذه الحرية مجد أولاد الله التي لنا عشان كده المسيحين بيدينا رسالة جميلة يقول حراركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار هذه الحرية التي لنا في المسيح حرية إلى وليست فقط حرية من الناس كلها دايما لما يجوا يفتكروا حرية حرية من ايه من قيود ولا من مشكلات اه صحيح بتتحرر من قيود بتتحرك من مشكلات بتتحرر من احتياجات بتتحرر من خطايا وبتتحرر من شهوة ولكن الحرية الحقيقية هي الحرية إلى هذه الحرية التي إلى لإيه؟ للمسيح للحياة للمجد أولاد الله عشان كده حرية مجد أولاد الله هي حرية لإدراك الرؤية الحقيقية التي لنا في المسيح إدراك القصد الإلهي الذي لنا في المسيح قصد الله أن نكون مشابهين لصورة ابنه عشان كده هذه الحرية ليست تنبع فقط من إنك أنت تفتكر إنك أنت هتفك نفسك من رباطات الخطيئة فقط لكن إن انفكت نفسك فقط من رباطات الخطيئة دعا خطوة أولى إنما الخطوة الفاعلة الدائمة هو التغيير الداخلي لإدراك كيانك في المسيح هو التغيير الداخلي لإدراك القصد الإلهي في المسيح هو التغيير الداخلي الذي لنا لإدراك قوة الفاعلة في المسيح إدراك الحق الإلهي الذي لنا في المسيح يسوع يعني معنى كده أنك تدرك أنه هو الحق المغير للحياة هذه هي الحرية لما بتعرف أن المسيح في حياتك الشخصية يروي هذه الحياة يمكنك يرفعك يغير من حياتك علشان تدرك حياتك الحقيقية حياتك الأصيلة في المسيح يسوع عشان كده حرية مجد أولاد الله ليست فقط محصورة في التخلص من بعض المشكلات ولكنها حرية دائمة يأخذنا معه من مجد إلى مجد وبالتالي هنا ركز حياتك في المسيح هتلاقي أنك تدرك الحق المغير للحياة ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والقرابة إلى الأبد أمين اشتركوا في القناة